السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد واقتراح جديد اللي هو عبارة على الروس بالدجاج فرأة تيجي واحد طبق هائل قدمتوا معكم انا بواحد طريقة او لا خدمتوا معكم بواحد طريقة ديال الدجاج المحمر بشرمولة ديال الدجاج المحمر كما تتعرفوا تيجي الدجاج المحمر معروفة الشرمولة دياله تتعطي تكتسب بها واحد اللي بنا خيالية فرأة ما ادرك يلدرناها مع الروز فرأة هذك ديك شرمولة ديال الدجاج تيكتسب هذك الروز وتيجي واحد طبق هائل بمعنى الكلمة جربوا اكيد ما تندموش وتفضلوا معي تشوفوا المقادر فلهاد الطبق هذا تنحتاجوا عندي دجاجة مغسولة من طبيعة الحالي تكون غسلتها بالخل والملحة والحامض والملحة والملحة فكل واحد بمشي غسل الدجاج فرأة هذك طريقات الغسيل اللي شاركت معكم عدة مرات في الفيديوهات تيجي واحد دجاج تيجي واحد دجاج اللي ينقي وتنجح معكم طبق اي طبق درتوه به فراه كما تنقول لكم دي ما راه التجاج هو الغسيل فدرت تتمى عندي الحامض مصير والتومة كذلك عندي القزبور وعندي شوية دي المعدنوس معاه وعندي تتمى واحد الضويمة دي الزعفران شعرا وعندي كذلك الخرقوم والبزاروس كنجبير والقزبور اليابس فتنخلط هذ العناصر بواحد شوية دي زيت المائدة تقدروا تديرو الماء في بلاس زيت المائدة اللي أبغيتو واحد شوية دي لما مطابعة الحال ما تكتروش فتنخلطو هذوك العناصر مزيان تندمجوهم مع بعضياتهم وتنشرملو هذك الدجاجة اللي كما قلت لكم تتكون مغسولها مزيان مطابعة الحال فراه لما غسلتو هاش مزيان تيبقى دي زفورية دي الجاج تتغلب لكم على دي الشرموله وما تيبقاش باين المدق دي الشرموله نهائيا فالدجاج نقول هاو نكرر هات يبغي يتغسلم زيان يترقد على الاقل على الاقل واحد جسوية تلتلاتة فهذاك الحامض والخل والملحة ولكن ما قلت لكم ها الحامض والملحة اولا الخل والملحة فهدو كافين انهم تيرضوا الدجاج نقيم ما تسبقاش في نهائي الريحة دي الجاج تنشرملوها مزيان تندخلو الجوانب تحت الاجنيحة البلايس ديال جهة الرجلين ديالها كذلك جلده تكون بين صدر اللي تكون هاكا على فوق صدر كذلك في البلاسة ديال العنق ديالها فرح تنشرمو لها مزيان وهات تشرمو له هادي كما تنقول لكم ديما في طريقة ديال الجاج وتشرمي لديال الجاج فرح اعمل احسن تكون ليلة كاملة تبات بيها هاديك التجاجة والغتلي نخدمو بيها هاكا تيجي واحد جاج هائل في المدق تيجي في تيطيب ضغياء تيجي يرتب تيجي في مدق وشي حاجة اللي خيالية تيكون الفرق بيني لك انت تجاج مشرمو بيت فرح ماشي ولا خدمتي بيها ديك في ذاك الوقت ولكن مع ذلك لما داركنا الوقت ولجلنا شي حتى على غفلة ولحنا عشقنا وبغينا نخدمو بحلقة على غفلة فرح ماشي مشكلتها كما قلت لكم اللي اعتمتوا هاد هاد الطارقة ديال جو سوية ثلاثة فرح كافية انها تشرب شرمو له وهادش اللي كنت نعقدوها بواحد الخيط وكمشتوا معيات مما فرح انا تنضيف شرمو له كذلك لهادوك الكبيدة ديالها وهادوك القشوشات وهادوك القنصة والعنيق ديالها وهادوك كمية ديالتجاج اللي درتانا هادوك تجاجها هكا بحاجة متوسط هادوك كافية انا درتانا ولي ذاتي فانتوما لو كان عندكم بطياف ولانتوما على حسب الحاجة ديالكم تخدموه بالطيار والاجوج المهم للمقادرة تختلف على حسب كمية الدجاج هادش اللي كانت تن دير ديالك شرمو له اللي بقات شي شوية اللي بقى عندي تما في اليناء اللي ختمت فيه شرمو له دين كوبات ماما تضيع شو تنضيف البصله عندي تما واحد ثلاثة البصله تقريبا اللي شلط البصله حريف تقدروا تخدموه بالبصله عادية وتنضيف واحد شوية ديال طب زيارات الفتطمة شوية ديال خرقوم وشوية ديال البزارو شوية ديال سكنجبير وكدالي كاسمن ملقى حسنة كترش طب زيارة فارها ديك طب زيارة كلها اللي درنا في الشرمو له تخرج المرقى من كترش طب زيارة باش مجيش معنا المرقى مارا تنضيفو شوية ديال زيت المائضة تقريبا واحد نص كاس وهاد شي كله تنكون وجدنا واحد المقراش سخون اللي تنضيفوه له لهاديك لهاديك دجاجة وشرمو له ديالها فضروري كلما طيب هذه الطريقة ديال هاكاتي تخدم دجاج ما تنشحروش ملقى حسنة ما تشحرش فرا هاكاتي طيب معروفة هادي دجاج المحمر ما تيجيش ملقى حسنة ما تشحروش البصلة فتنضيفو كما قلت لكم الماء طيب اردو على واحد الحافية اللي تكون مجاهدة ضروري تكون مجاهدة هاديك دجاجة نديروها على صدر ديالها باش الطيب تضغيه ومن طابعة الحال حنا تراقبوا هادا نشوفوه شطابت باش نحيدوا قبل ما يفوتش طياب ما تفوتش طياب من الاحسنة ما تطيبش بززاف طيب قياسها ما توصلش لدرجة انها توليتها تفرتد فاشنكونو تقنى انها طب تنحيدوا هي وهدو كل القشيوشات تنزولوها من الماراق وفي هاد المرحلة تنضيفو الروز الروز انا استعملت الروز غلاسي ضروري الروز غلاسي فهو تبقى محافظ على الشكل دياله ما تيتعشنش ما نخدموش بالروز العادي في هاد الطبق هادا من الاحسن وهكا تنضيروه في ديك المريقة اللي تتكون من طبيعة الحال راباينة تتكون شي حاجه اللي ما نهضرش لكم عليها انتو ما جربوا بنفسكم تتجي واحد المريقة بنينة 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 بهذيك الشرمولة اللي تلق فيها الدجاج والبنة ديال الدجاج كذلك وهذيك الضويمة ديال سفران شعراء فراه تتجي واحد المريقة هائلة تكتسب ذاك المضاقة ديال هذيك المريقة الروز فتا هو تيجي واخد هذيك البنة هكا تاكلوا ببوحدو تتجي واحد طبق هائلة ببوحدو بلا الدجاج فكما قلت لكم حيدنا هذيك دجاجة خلينا تسقطرات مطابعة الحال ضروري تسقطر باش ما نديروش ذاك لما معنا بحلكك في الإناء اللي بدنا ندخلو الفران باش ما تجيش معنا الدجاجة ذاك اللي ما يجي يرطبها ولا فحنا تنتفادوا هذيك المسألة تكونوا تسقطرنا هاذا تقلنا انها تسقطرات مزيان وتندخلوها ندهنوها بزيت فقط فأنا را دهنتاي بزيت فقط تقدروا تدهنوها بزبداب بزمين بأي حاجة بغيتو فمهم تنكونوا في هذه الأثناء بعد ما دخلنا الفران طلينا على الروز تقلنا انه طاب ونشوف معنا وبنسبة الكمية المالية اللي تنديرو في الروز فأنا عينية ميزانية تنخدم بهذه الطريقة أنا تنعرف العبارة بعينية وانتوما بالنسبة المبتدئات فراع زلافة ديال الروز تتساوي جزليف ديال الما وهكا بهذه العبارة ده اولا جوج كيسان ديال الروز هما جوج كيسان ديال مع ربعات الكيسان ديال الما وهكا تكون طبقة ديالنا وجد كما تتشوفوا دوك اللقشي وشاتي ديالك وبيدودوك العنيقات فادرناهم معاه وهكا تيجي بصحة وراحة وما تنسونج لايك واشتراك إذا عجبكم الفيديو أكد وجربتوه وعجبكم من الإنسان